في تصريح له نشرته جريدة عكاذة سعودية صرح اللواء محمد منصور مؤسس المخابرات القطرية وهو مصري الجنسية كشف عن الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب وأكد أن مهمة الضباط القطريين هو العمل على خطين متوازعين وهما دفع الرشاوة للأحزاب والتنسيق مع قناة الجزيرة لنقل الفوضى المفتعلة من تحط قدماه أرض الدوحة قد ينعجب لما يراه من مغرياتها الجاذبة للسياح لكن دهاليزها المظلمة لديها مغرياتها هي الأخرى ما جعلها الوجهة الأولى للجماعات الإرهابية فصارت دوحة الخرب ومركزا لصنع القرار الشاذ عن كل المواثيق والأعراف مؤمرات ومخططات تخريبية استهدفت أمن الوطن العربي من خليجه إلى محيطه أخذت تتكشف بعد القرار الرباعي التاريخي الذي اتخذته الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حينها صار القرار وما تبعه من إجراءات بمثابة ضوء الحق الذي كشف باطل تلك المؤمرات أينما ذهبت أعينكم ثم تدليل وبرهان على ما ارتكبته الدوحة وهذه المرة مؤسس المخابرات القطرية اللواء محمد منصور وهو مصري الجنسية ألقى ضوءه هو الآخر على ارهاب قطر وضلوعها في العمليات التخريبية فتحدث منصور لصحيفة عكاب السعودية وقال إن المهلة العربية كانت الفرصة الأخيرة لحاكم قطر وعائلته قبل الانتحار مطالب الدول الأربع ليست صعبة أو مستحيلة والغرض منها أن تطمئن الشعوب العربية لجارة تدعى قطر لكن حكومتها فضلت عصابة الإرهاب الدولي على الجميع واستكثرت على السعودية ومصر وبقية الدول العربية الهدوء والاستقرار اللواء منصور شغل منصب وكيل المخابرات العامة المصرية قبل أن يؤسس المخابرات القطرية عام 1988 تحدث عن أهم الملفات التي تابعها خلال فترة عمله في منتصف عام 1988 تمت ملاحظة شاب قطري من أسرة آل ثاني يدعى حمد بن جاسم وهو يظهر لمرات متعددة في التلفزيون الأمريكي وكان يتحدث بلغة إنجليزية ركيكة فكلفت ضابطين لمراقبة تحركاته وفي النهاية اكتشفت أنه جند نفسه في خدمة الاستخبارات الغربية التي تدرك أنه فارغ ولا يملك شيئا وبعد فترة عمله في الدوحة تمكن اللواء منصور من أن يجمع معلومات حول تمويل قطر للإرهاب وأوصلت الخيوط إلى استنتاج تأكد من خلاله أن قائد الاستخبارات القطرية غالب الكبيسي ومعه مجموعة ضباط قطريين يتنقلون بين البلدان العربية ويقدمون الدعم المادي لنشر الفوضى هنا تيقنت أن مهمة الضباط القطريين هو العمل على خطين متوازيين وهما دفع الرشاوة للأحزاب ومنظمات الإرهاب في تلك الدول والتنسيق مع قناة الجزيرة في تحديد نقل الحدث فور وقوعه وفي ختام لقائه تطرق اللواء منصور إلى الحل الأخير للدول الأربع وهو تقديم الأدلة القانونية التي تملكها ضد قطر إلى مجلس الأمن الدولي ومنها إلى الأمم المتحدة قبل أن تصل إلى المحكمة الدولية مؤكدا أن هناك أدلة تثبت تورط الدوحة في جرائم إرهابية ترجمة نانسي قنقر